اختتمت فعليات المهرجان العلمي الذي ينظم للعام السادس عشر بمكتبة الإسكندرية لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة يأتي ذلك في ظل منواجه من تحديات لتغير المناخ وتلوث البيئة وتوجه نحو موارد أكثر استدامة تحت عنوان مملكة الحيوان وفي مهرجان علمي احتفالي ينظم للعام السادس عشر على التوالي افتتحت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز القبة السماوية العلمي احتفالية العلوم التي نظمتها يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من سبتمبر في ساحة الحضارات بالمكتبة المكتبة جزء كبير جدا من أنشطتها أنها بتركض على الشباب والأطفال وبتعمل أنشطة كتير جدا منها النشاط بتاع النهاردة أنه تشجيع الشباب وتشجيع الأطفال على أن هم يرتبطوا بالفكرة العلمية بفكرة التفكير العلمي يعرفوا ودي طبعا بتبدأ بأننا بنعرفهم بحاجات كتير جدا لها طبع علمي تنزيل المعرة تحت تجد فيه كلام عن الطبيعة تجد فيه حاجات عن الحيوانات تجد فيه حاجات عن الكمبيوتر تجد فيه حاجات عن بعض الابتكارات وبعض الحاجات اللي فيها ابتكار وكده قرية العلوم صممت خصيصا كقرية علمية تضم العارضين من جامعات وهيئات ثقافية وعلمية وأكاديمية بالإضافة إلى المدارس الحكومية والخاصة فيه حاجات جميلة وكانوا بيعملوا حاجات بالصابون والدونة النحر العصاية دي كانت جميلة قوي وأفكارهم كتحلوة بصراحة فيت المعرض اليوم وتعلمت حاجات كتير وعلمونا البازل والحيوانات المركبة واستفدت بالمعرض احتفالية هذا العام تأتي في إطار الاستراتيجية التوعوية التي أطلقها مركز القبة السماوية العلمي لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة في ظل ما نواجهه من تحديات تغير المناخ والتلوث البيئة والتوجه نحو موارد أكثر استدامة لمعالجة هذه المشكلة ترجمة نانسي قنقر